مصريين كلهم فرحانين بالشكل اللي ظهر عليه منتخب مصر وأكد على العرض القوي اللعب ومباراة اللعبها قدام كود ديفوار في مباراته ومواجهته مع المغرب المباراة الأصعب والأقوى والأجمل بالمناسبة في مشوار المنتخب الوطني من سنين طويلة أنا مش مع مظاهر اللي احتفال المبالغ فيها اللي شفتها لكن فرحان مش بالمكسب بقدم أنا فرحان بعودة الروح والشخصية مرة تانية اللي غابت لسنين طويلة حتى رغم وصلنا لكسر عالم وحتى رغم وصلنا نهائي أمم أفريقي قبل كده ما شفناش المنتخب المصري بالشكل ده وبالروح دي وبالحلاوة والجمال في الأداء وفي النتيجة زي ما شفناه في مباراة المغرب وده اللي خلينا نرفع سقف طموحاتنا لللي جاي واللي جاي صعب جدا مش بس صعوبته جوة الملعب لكن أعتقد كمان في صعوبات هنواجهها بره الملعب ويمكن تبتدي معنا من النهاردة بالمناسبة خلينا نقول لكم أن المنتخب الوطني طلب من اللجنة المنظمة البطولة أنه يغير مقر الإقامة لأنه مقر الإقامة إمكانياته متواضعة جدا وبالتالي بعد رحيل عدد كبير من البعثات بعد خروجها من البطولة طلب المنتخب وده اللي هيحصل السيناريو الأقرب للحدوث أنه ينقل مقر إقامته لفندق أكثر يعني استعدادا خليني أخد طبعا وجهة نظر كابتن خالد جدالة اللي يمكن عدت معاف أكثر من محطة على مشوار المنتخب المصري وكان ليه أراء في توقيتات مهمة جدا خلينا ناخد وجهة نظره في مرحرة في غاية الأهمية في مشوار المنتخب عشان بطولة أمم أفريقيا وعشان كمان الأهم بعد كده كاس العالم كابتن خالد مساء الخير منور الدنيا الله خليك أحمر مساء النور عرضين أعتقد يعني أثلاجه صدور المصريين زي ما بيقولوا مباراة كودي فوار رغم التواضع الأداء الحقيقة اللي شفناه في دور المجموعات لكن وكأن فيه انتفاضة حصلت في مباراة كودي فوار وأكدها المنتخب المصري في مواجهة المنتخب المغربي في سيناريو لم يتوقحه أحد حقك كنت متوقع ده كنت شايف أنه المنتخب المصري قادر يغير جلده قادر في نفس البطولة اللي ما أجدش بشكل كبير في بدايتها أن يوصل للمستوى ده والله من البداية يا أحمد كان باين أن العابتنا مركزين ولكن كان فيه خوف من البطولة البدايات دائما بتبقى صعبة جدا بداية أي بطولة بتبقى صعبة جدا لعابتنا كانوا شايلين هم البطولة بشكل كبير جدا وكان واضح عليهم في البدايات بدأ بارات نيجيريا وبعد كده غينيا والسودان كسبنا الماتشين اللي بعد كده ولكن العرض برضو ما كانش مقنع بالنسبة لمعظم الجمهور اللي بيحب المنتخب وبيحب البلد ولكن اللعيبة أنا شايف أن الكورة عايزانة يعني الكورة بتنادي علينا من ماتش الماتش المستوى فيه تصاعد التركيز بيزيد لمة الفرقة بتزيد ودي من الحاجات المهمة جدا ومن الإيجابيات اللي أنا بصراحة مبسوط منها جدا اللعيبة كلها ملمومين مع بعض بشكل كبير جدا واضح أنه هم مركزين ونسبة تركيز ومعدية حتى المية في المية أكتر من كده من ماتش الماتش التركيز بيزيد والإيجابية داخل الملعب بتزيد واخد بالك يا أحمد التركيز خلال التسعين ديئة مهم جدا كل لما اللعيبة بتبقى على نفس مستوى التركيز وما بتسرحش وما بتنساش ومحددة هدف قدامها وعايزين يوصلوله الكورة بتديهم ولكن أنا من خبرتي الكورة عايزانة والكورة جاية معانا يعني الحمد لله حتى بدءا من مباراة طبعا كودفوار زي ما أنت قلت لأن عرض اختلف بشكل كبير جدا أداء هايل أداء رجولي أداء بطولي اللعيبة كلها مستوى ارتفع مش مثلا اتنين تلاتة بقوا كويسين لا الفرقة كلها على نفس المستوى مستوها ارتفع الكورة ديتنا في ضربات الجزاء الحمد لله وبرضو من الإيجابيات اللي لازم نقف عندها اللعيب البديل اللي بينزل بيبقى له دور كبير جدا يعني ده واضح أنه هو مؤهل نفسيا بشكل كويس جدا وزي ما بقول سمة النجاح أو أساس النجاح لنا بإذن الله في البطولة دي هي لمة الفرقة الحب اللي موجود بين اللعيبة إن مش مهمنا بلعب ولا قاعد ولا بديل لا لما بلعب بركز وبدي بشكل كويس جدا شفنا بوجبل شفنا محمد صبحي شفنا يعني الفرقة شكلها يفرح وزي ما بقول هو ده اللي فرحنا إن نلاقي روح نلاقي أداء نلاقي جدعانة نلاقي رجولة النتيجة بتاعات ربنا سبحانه وتعالى ولكن الحمد لله خلال الماتشين وماتش المغرب مبارح ربنا وفقنا كنا متأخرين ولكن قدرنا نرجع والحاجة اللي تطمننا إن انت في أي بطولة لما بتلاقي المستوى بيرتفع تدريجيا دي مؤشرات بتبقى كويسة وبإذن الله تبقى نتيجتها النجاح لغاية الآخر ولكن عندنا معترك صعب جدا الماتش اللي جاي بتاعي طبعا أنا بس مش عايزة روح للكاميرون لأن الكاميرون فيها حاجات جوه الملعب زي ما قلتوا في حاجات بره الملعب لازم نحطها في الاعتبار لكن خليني أخد الأول مكاسب ماتش إحنا طبعا يعني يمكن من سوق حظينا إن إحنا لعبنا ماتشين مارسون واربعات يعني ماتش الكوديفور داخل في 120 ديئة وماتش المغرب داخل في 120 ديئة فدول أعتقد برضو يعني بدنيا على اللعيبة هيأثروا بشكل كبير لكن خليني أطلع بالمكاسب الأول يعني مكاسب مبارح من ناحية الفنية شفتها إزاي في المباراة سواء عناصر أجادة سواء في طريقة لعب سواء في تغييرات كيروش اللي أعتقد هو كمان مش بس اللعيبة جوة الملعب مستوى تطور لكن الرجل كمان تخلى أعتقد يعني درجة كبيرة عن عناده أو إصراره على العند في مراحل قبل كده ومستوى مع المنتخب أعتقد كمان يعني يحسب لي زي ما بننتقده لما بيوجدش أعتقد لما يجيد لابد أن نحن نديله كردت اللي يستحب نعم طبعا يعني المكاسب كتيرا بارح أو الإيجابيات كتيرا بارح نمر واحد أن أنت كسبت الماتش كسبت فرقة قوية جدا فرقة المغرب كنا خسرانين وقدرنا نرجع ودي من المكاسب والإيجابيات الكبيرة جدا إزاي أن أنت تبقى خسران قدام فرقة كبيرة وهدف أنا دايما الجولة ما بيجي بقدري بتهالي أنه بيدي أحباط يعني سلاحزوا حدين يعني هو ممكن يدي لك أحباط وممكن يدي لك روح زيادة أو تركيز زيادة وده اللي حصل معنا فمن الإيجابيات أن أنت تكون متأخر وتلعب قدام فرقة كبيرة وتقدر أنت تتعادل وتكسب وتكمل للآخر من الإيجابيات برضو أن أنت لعبت قدام كودوفار 120 ديئة وبعد ثلاث تيام بتلعب برضو قدام المغرب فرقة كبيرة 120 ديئة دي من الإيجابيات دي برضو بتبين لنا أن الراجل اللي مسؤول عن الأحمال مش عايز أقول الأحمال لأنه ما فيش أحمال يعني ما فيش تدريب فيه أحمال دلوقتي أن المسؤول عن إعادة الشفاء بالنسبة للعيبة أو الاستشفاء ده نجح بشكل كبير جدا واضح أن اللعيبة عمل استشفاء بشكل كويس جدا وده النجاح في التدريب فدي من الإيجابيات الكبيرة جدا إيجابيات محمد صلاح طبعا مبارح ظهر بمظهر كويس جدا عمل أسست وجايب جون برضو دي من الإيجابيات إن إحنا نشوف محمد في الصورة اللي إحنا دايما مستنينه فيها وهو فعلا أجاد مبارح والنني كمان في المطشين يعني والنني مبارح بس لسه عن دكتر من كده يعني ممكن نيجي على النني لأن أنا عارف اللي اتنين يعني أنا عارف بس النني في مطش كنت في وراء عام المطش أنا ما شوفتش النني في المنتخب أبدا بالمستوى ده بصراح عنده حسن من كده عنده حسن من كده كتير يعني النني بالذات لأن أنا عارف إمكانياته وعارف دماغه يعني بالذات في التمرير والاستلام وإزاي أنه هو يتحكم في رتم المتش عنده أكتر من كده ولكن شكله كان كويس في مطش صح العاج ومبارح فإجابات كتيرة جدا الحمد لله الإجابات تجي زي ما أنت قلتك يرش بس مش عايزين نوعد يعني إيه يعني إمبارح كان خنقنا الشوط الأولاني كان خنق الفرقة بمعنى إيه يعني وضعه لأي من قشف في نص الملعب ده فكر ده وجهة نظر مدير فني ووجهة النظر دي دايما مدير فني بيحطها بناء على تخيله للماتش قبل ما يتلعب تخيله للفرقة اللي هنلعب قدامها وتخيله لسيناريو الماتش من قبل ما يتلعب وبعدين يختار اللعيب اللي هو ينفز له التخيل أو السيناريو اللي هو شافه ينجحه إحنا مش عايزينه بقى يدوخنا كل لعيب يلعب في مكان كل أيمان أشرف من اللعيبة الممتازة ولكن لما حتيجي هتحطه في نص الملعب أنا شايف أن برضو تفكير ما كانش في محله ومش ناجح ليه؟ أن أيمان عمل ضربة الجزاء يعني هو حطه عشان يقفل على أشرف حكيمي في الجبهة اليمين فحطت عشان يعمل جبهة زي ما بنسمع في أحمد أبو الفتوح وأيمان أشرف قدامه وأنني بيدم كمان معهم في حالة وأن أشرف حكيمي بيبتدي يتقدم لو أنا فاكر الجون لأن شفته أكتر من مرة أشرف متقدم أنني دخل عليه ترقص رقص أحمد أبو الفتوح أيمان أشرف من وراء أحمد وبعدين عمل تاكلين جاب البنالتي أضبط فيبقى أنت السيناريو يا كيروش أن أنت تحط أيمان أشرف عشان يقفل لك جنب ده ما كانت صح وبعدين هو فكر مدربين لما يكون فيه بكرايت سريع وقوي زي أشرف حكيمي فكر لإما أنا لعب عليه واحد مدافع زي ما هو فكر كده جيب مساك ولعبه في نص الملعب أو زهيد الشمال أساسه يعني ولعبه في نص الملعب زي أيمان أشرف عشان أوقفه ده فكر وفيه فكر تاني يقول لك لو البخرة أنا أحط له العيب يهاجم عليه يعني ينهي القوى بدل ما هيفضل مخزونه البدني كله بيستخدمه في النواحي الهجومية لا أنا أستهلكه على أقل خليه 50% هجومي و50% دافع معي وده اللي أنا كنت شايف أنه هو الأصح وكان بردو من وجهة نظري وما بتفرج ولو زيزه في المكان ده كان أشرف حكيمي مش هيتقدم بالشكل ده ولو نرجع للماتش الشوت الثاني أشرف حكيم ما كانش زي الشوت الأولين طيب أنا عايز حقيقي تقييم للوجوه الصعيدة يعني فيه لعيبة شركة في البطولة دي من غير ما يكون حد متوقع أن هم أساسا هيخدوا فرصة يعني يعني محدش قبل البطولة ممكن كان يتوقع في وجود أكرم أنه عمر كمال يلعب أساسي البطولة كلها أو أنه حد زي محمد عبد المنعم في وجود الوينش ويحجازي ياخد فرصة أساسا للمشاركة أو حد زي أحمد فتوح يقدم بطولة ولا أروع والولد الحقيقة ولا صغير ما عندوش الخبرة الدولية والمشوار مع المنتخب اللي يبقى ما يخليه وقف على رجليه في البطولة الأصعب والأكبر تقييمك للسلاسي ده من وجهة نظرك زي قدموا البطولة دي كابتن خالد قدموها بشكل كويس جدا وكسبنا ثلاثة لعيبة على مستوى علي جدا أنا وإحمد أبو الفتوح أو محمد عبد المنعم بالأخص محمد عبد المنعم عشان أول مرة يلعب وعمر كمال عبد الواحد كسبناهم اتنين لعيبة على مستوى علي قدوا بشكل كويس وكلما حيلعبوا خبرتهم حتزيدوا مستوىهم حيباء كويس بس الرسالة اللي احنا نقدمها من دلوقتي كورة القدم ما تحبش اللي بيخاف أنت بتوجي رسالة دي مين الأول للعيبة ولا للجهاز ولا للجهاز أنا دايما بحب زيني أنا مش هتزنق في العيب ودايما كورة القدم زي ما بقولك بتحب الجريء بتحب المدير الفني الجريء مش هتفرق فلان بيلعب ماشي فلان حصل ظروف وهو مش موجود وديت فرصة لحد ما خافش ادي فرص لأن الحمد لله طلعنا بالعيبة جديدة بس خلينا نتفق على حاجة برضو كابتن خالد يعني كانت مشكلة دايما كنت بتحسي إنه تسعين دي ام المعاناة يعني الجمهور نفسه هو بيتفرج على المدير بتحسي إنه احنا بنعاني بنعاني مش عاجزين مش قادرين العربية مش عايزة تدور مش عايزة تدور بنعتل طول التسعين دي ايها الأداء مش اللي هو لكن حتى في مدير الفور اللي انتهى بتعادل سلبي لا احنا هادرنا نهاجم كودفورو ونخلق فرص وفي وقت من الأوقات كنا الأخطر ولو في شوية تركيز ودي واحدة من الدفعات اللي لازم كيلوش يشتغل عليها وحيك ممكن تدينا روشيتة كده احنا بضيع يعني كم كبير جدا من الفرص وخصوصا قبل مواجهة الأسود على ملعبهم وبين جمهورهم عايزة اسمع رأيك ونصايحك بقى للجهاز الفني ورؤيتك لمواجهة مصر والكاميرون التشكيل والطريقة الأنسب ورؤيتك وتقييمك كمال منتخب الكاميرون والعناصر الأخطر فيه بس اسمح لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجمينا النهاردة كابتن خالد جدال هروح لماطش الكاميرا بس قبل ما اروح لازم اسأل كابتن خالد على رأيه في التحكيم المبارح لانه هي نفس النقطة اللي احنا متخوفين منها واللي خالت كتير من الجمهور على فكرة يعني كتير من المبارح الناس اللي تبعت المباراة كتحسة انه الموضوع ده مش حكم مستوى سيء وخلاص لا ده موضوعه مقصود وهدفه خروج مصر من البطول شايف مستوى نضاي حكم ماطش مبارح ازاي كابتن خالد وهل شايف التحكيم ممكن يكون لي دور سلبي في ماطش الكاميرا اه طبعا احنا يعني من الدروس المستفادة من ماطش مبارح واللي لازم لعبتنا تخلي بالها كويس جدا 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 وزي ما نسبة تركيزهم بنقول تبع علي خلال اللقاء لا مع الحكام بس ده حكم يعصب ويشتت ويعمل احنا لازم نتعامل نعرف كيفية التعامل مع الحكام الافرقى ازاي حكم الافريقي لو ظلمك في الاول ما تعترضش عليه سيبه اسكت كلما هتعترض كلما هزلمك وده اللي حصل مبارح يعني كان ده سادزم كده كابتن خالد افند سادزم يعني 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 هوية يعني هوية كده اه يعني الاسمرار في الظلم ده هو عشان نازل يخسرنا يعني هو مبارح نازل عشان يخسرنا هو نمر واحد فيه خطأ احنا المبارح الفاصلة بتاعتنا في الوصول الكاسي العام مع السنغال طب جايب لي حكم سنغالي والسنغال طرف في البطولة والسنغال طرف مكملة فهو واضح من الاول ان هو محجمنا وعايز يخسرنا نمر اثنين انت بتحط حكم اللغة بتاعته فرنش بيتكلم فرنساوي زي المغرب يعني حتى لعبتنا مش هتعرف توصى بيتكلمون انجليزي هو ممكن ما يكونش فاهم انجليز فشايف كم اعتراضات اعتراضات فيزيت في الظلم وقرارات الغلط 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 فحاجات غريبة جدا سيما درستان تقولك لا ده انا يعني يعني اعترد واتكلم عشان مش هيغير مش هيغير انت هتعترد هو مش هيغير حيظلمك زياد الماتش اللي جاي بقى ايسف اللي حصل انبارح ده ايسف خمسة درابه في خمسة يعني هيحصل اكتر منه خمس اضعاف ليه انت بتلاعب الدولة المنظمة والكاميرون وصاحبة الارض والجمهور انا شايف ان ردود افعال اللعيبة ساهمت في زيادة حجم العند حكم حيظلمك بلاش اعتراضات لان الناس كلها بتتفرج وفيه فار يعني الاعتراض الوحيد اللي يقوم به هو كابت التيم يعني مش لازم خمسة ستة يتلموا عليه هل فيه ده جوا الملعب ونصيحة مهمة جدا اتمنى تكون وصل لعبتنا فكرة انه الاعتراض ممكن يزود اصرار الحكم على كابتن التيم بس يعني محمد صلاح بس لو فيه اي ملحوظة يروح يتكلم معنا سؤال تاني بقى برا الملعب يعني من قبل المطشة ونحن نتكلم مطشة الخميس واحد النهاردة الاثنين هل فيه اي تحرك ممكن مصر تعمله او تتواصل مع الكاف او مع لجنة المنظمة تضمن فيها انه يكون فيه اختيار حكم من بين مثلا انتات اسماء هل ده وارد ولا الامور دي خارج نطاق السيطرة خارج نطاق السيطرة يعني مش في ايدينا طب على الاقل نستبعد الحكام انا اسف ان انا بقول كده بس فيه حكام سيئ السمعة زي ما بيقوله هل ممكن تمصر الطالب بحكي زي جاي ان الحكام دول ما يبقوش للأسف لا 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 ما ينفعش يعني العبدال 12 برضو لا ما ينفعها بالزبط هنلعبدال 12 لا لا 13 والجمهور انت الجمهور والحكم والفرقة اللي انت بتلعبه قدام عشان كده الماتش اللي جاي محتاج يعني حرفية وحنكة في التعامل وخبرة كبيرة جدا وانا متأكد ان صلاح بيقوم بالدور ده بشكل كويس هم هيتفرجوا مبارح على الماتش وحيشوفوا المطالب ان هو يتكلم مع الحكم هو كابت التين بس الكاميرون اصعب ولا المغرب وكودفور لا الكاميرون الكاميرون اصعب كتيم فنيا الكاميرون اقوى الكاميرون اقوى من المغرب ومن كودفور اه طبعا اقوى هم اقوى هجوما فينسان ابو بكر ده لعيب كويس جدا لا واللي جنبيه توكو ايكانبي ايكانبي هم الاتنين اللي هدفين بتوع الفريق هدفين بتوع البور وبالعبوا بتلين قدام ومن المشاكل بيعملوا مشاكل لقاية فنس وليه بيعملوا مشاكل لقاية فنس لان دايما كل تحركاتهم عايزين الكرة من وراء خط الدفاع كل تحركاتهم من وراء خط الدفاع وده الفراودة اللي هي الخطيرة اللي بتعمل عشان كده بيجيبوا جوان كتير يعني تحركاتهم كلها مفه السلبية مش بيلعب مثلا انا راس حربة والمساك مسكني او السردباك مسكني فبسقط عشان استلم لا ده انا عايز الكرة من ظهر السردباك بجري قدام كل تحركاتي القدام فدي بتعمل مشاكل دي الجيب بلينات لو ما فيش حنكة بقا وتوقيت تايمين كويس جدا في الدخول على الكرة ممكن اجيب ممكن بتعمل اجيب فاول يعني بتعمل مشاكل فمن هنا خطورة فرقة الكاميرا طب في غياب حجازي والوينش يعني خلينا نقول انه الوينش ممكن يلحق وفيه كلام انه حجازي ممكن يلحق لكن خلينا نفترض انتنين موجودين مش موجودين مين من وجهة نظر كابتن خالد يشغل المركزين دول عبد المنعم وايمن ولا عبد المنعم ومحمود علاء ولا محمود علاء وايمن لا ايمن ومحمد عبد المنعم ايمن وعبد المنعم اه لانه برضو محمود علاء بعيد بعيد شوية لاتنين رجليون في الملعب محمود علاء بعيد شوية ويقدروا يشتغلوا على رصين الحربة بشكل كويس بس محتاجين مؤذرة المؤذرة تيجي منين ما انفعش الباكين اللي عندنا بقى اللي حيلعبوا على الاطراف في النواحة الدفاعية يكونوا فتحين لأ لازم اضم يبقى الأربعة خط الظهر بتاعنا المسافات ما بينهم من خمس يارضات لست يارضات سيب اللي على الطرف الباك سيب اللي على الطرف لما كرة تروح على الطرف يبقى اطلع ويبتدي عملية الترحيل ولكن القلب لازم اللي اربعة يكونوا قفلين ده مهم جدا ثبات الطريقة والتشكيل بصرف نزع الغيابات ثبات الطريقة والتشكيل مفترض يكون راهان كيروس في المباراة اللي جاية وحاك شايف انه مع الكاميرون لازم يبقى فيه ترير في الطريقة طريقة اللعب لا بدماغ كيروس لا حيثبت الطريقة والتشكيل ده بدماغ مفهومه هو انما لا هو ممكن تغير تغير الأفراد طيب يعني احنا اتفقنا انه المدير الفني مش بيحط الطريقة والتشكيل ويقول يلا ننزل نلعب المدير الفني بيقرأ الفرقة اللي هيلعبها ويرسم سيناريو المطش ويشوف الطريقة الأفضل ويختار العناصر اللي عندها قدرة على تقديم الطريقة دي حيك شايف الطريقة اللي ممكن تنفعنا او تخدمنا في مواجهة الكامل لا الطريقة غير دي يعني نلعب أربعة الديفنس زي ما هم يعني فاتوح وآيمن أشرف ومحمد عبد منع وعمر وعمر كمان ولكن زي ما قلت الهجمات اللي علينا من العمق لازم باكين يبقى ضمين تمام متبقاش للدنيا ما فيها مسافات ما بين السردباك والباك نقل ندايق المساحات كرة لما تلاعب على الطرف أبتدي أطلع وابتدي الترحيل بالنسبة للتلاتة اللي هو رأي تمام نص الملعب لا يكفينا تلاتة نلعب أربعة أربعة بس أنا الكلام ده ما ينفعش يعني الواحد يعني ساعدت ده من وجهة نظري ما احنا عايزين نسمع وجهة نظري ومن وجهة نظري من أنا شايف فرقة الكاميرو حنلعب أربعة اتنين دفندرين زيزو ونحة الشمال مفاجأة وده لعيب أنا براهن عليه إمام عشور إمام عشور ملعبش ولكن لو لعب هيبقى كويس وهيقدي بشكل كويس يعني ترايح مرموش هريح فرقة هريح مهاجب ونلعب باتنين قدام محمد صلاح في مكان ونحة المين كجناح ومعليش راس حربة محمد شريف هترايح عد مصطفى مش عشان حد وحش أو كل ماتش ليه ظروفه وكل ماتش ليه الناس اللي تقدر تأديه بشكل كويس من وجهة نظر كل واحد من وجهة نظر بس أنا طبعا اللي بقوله ده حيبقى بعيد قوي عند مخي ممكن يعني يفكر فيه بعد سنة ولا حاجة إن أنا من خلال متبعيتي بعد السنة ده أنت متفاعل أوه كابتن خياتي نوه يقعد يعني فلازم نزود نصف المرعب بواحد أنا قلت إمام لأن إمام عنده إمكانيات دفعية كويسة جدا مجهود كبير جدا صغير في سن بيشوت بشكل كويس جدا وأنا لازم أعود أدور في الماتشات دي على الناس اللي بتصاوب على المرمى كويس لأن التصويب على المرمى ممكن يفكي لك شفرة الدفنس والتخبيط والكور المشتركة والكلام ده كله فأنا بالرباعي بتوع نص الملعب دول أنا حضما إنني عنده كورة كويسة من ناحية الاستلام والتمرير عمرو السلية مجهود هايل دفعيا وساعد بيكمل ويقدر يرد زيزو ناحية اليمين حيبقى من وراء صلاح مش حيخلي صراح إنه هو يرجع يقوم بمهام دفعية كتير لأنه حيقفل في الحتة دي زيزو حالة سنة دي زيزو عمل حالة وإمام عشور نفس الكلام ناحية تانية بيمتاز بالتصويب كورته كويسة بيعرف يباصي الكورة كويس اللي أربعة مش حنفقد الكورة بسرعة لأن في المدشات الجامدة دي أحمد طول ما الكورة معاك في رجلك مش حيي فيك جواه هل ينفع الكورة تبقى مع منتخب مصر ويجي فينا جون عمرها ما هتحصل فحتى المدربين المدر والموهوبين يقولك حافظ على الكورة دي من إحدى خطوات الدفاع إن أنا بدل ما أقولك دافع شتت ولا امسك ولا رائب لا خلي الكورة في رجلك يبقى أنت بالدافع لأن الكورة في رجلك مش حيي فيك جواه فأنا شايف يعني لما بعض كده وبتفرج وشفت فرية الكاميرون نتمنى ربنا إسا وبعدين حتة الخوف إن بقى أمام عشور ما بيلعبش وبتاع ما اللعيبة ما كدت ما بتلعبش ونزلت تقلدت بشكل بقياس جدا بمناسبة كلام حضرتك على التحكيم والانفعال على الحاكم ما وإلى آخره يعني زميلنا جابونا لقطة حلوة كده كان النني كان فاول علينا على منطقة الـ 18 والدني رأى تخليق مع الحاكم بص كام واحد يا أحمد 2 4 7 لعيبة بس حجازي هنا ادخل وعمل لقطة لطيفة جدا عمل إن هو كان الحاكم بفاقر يطلع إنذار للنني بالزبط فدخل حجازي وقعد يزعق للنني فالحاكم تده يبعد ويتابع الماقف وبيحوش بينهم والسلاية بيضحك ورا وشف السلاية ومحمد صلاح الوقت في ظهر و لا Bro'd say to change how the movements were starting and he projected. هو ال MiB' جتcroaga. لիافي كله فروجن vapor sava. الحكم اللي ادخد خدمت وتحكمت الكاميرون مع جامبيا، ك치� camera. في العيب من جامبيا التقالي من 10 أول عشر. هذا يساعدLink من 10 حски اعتطلت ، احنا كايفين من بسية الض cooperative. كايفين من التحليل بتاع الكورونا . خايفين من Bourdieu والتحكم. وخايفين من تلاعب بأي شكل من الأشكال، يعني كل شيء تاني بقى احنا لها، يعني لازم نتعامع وبعدين ما احنا كنا في نفس الملاعب ونفس نسبة الرطوبة ونفس الرجل الحرارة وعملنا 240 دقيقة ولا أروح، لكن انا عايز اقول حاجة للعيبة قبل ما انساها، ممنوع التاكلينج أو الزحلقة دور خطة 18 ده هما وغدين منا بطولة أفريقيا بفضاحت حكمية، يعني 2017 باين، صح؟ النهائي مع الله يمسي بالخير بقى هكتور كوبر، كورتين، يعني أنا كنت بقول بصراحة واحدة منهم أكيد 100% فاول، لا يوجد حكم يختلف عليها، والزومة اللي بيأكدوا لي لا احنا شايفين الكورتين الهدفين اللي دخلوهم الكاميرون يعني لو تجيبوا لنا اللقطتين بسرعة، اللي اتنين فاولات، فما بالك بقى والبطولة على أرضهم، وما بالك والجمهور قاعد في المدرجات، فطبيعي إنه حتى لو الحكم ما عندوش تربص بالمنتخب المصري، طبيعي هيتقصه، طبيعي يعني طبيعي البلد المنظمة والجمهور اللي موجود، أكيد هيتقصه، نحن نحن ندي بقى الحكم فرصة أن يتربص بيننا، نحن نستطيع في حاجة من دي، والفاولات اللي بره التمنتاشر للملغاش لازمة، لأنه بتعمل علينا خطورة رائبة، من أين تقل الكاتف مع منتخب الكاميرو؟ ايه أضعف خطوطه؟ مين اللاعبين اللي ممكن يبقى عندهم صغارات؟ لو اشتغلنا عليها، ممكن نخطف المطش؟ الدفنس، كلما يعني إزاي حاجتين مهمين جداً في الكور، إزاي الارتتاد، التمركز الدفاعي الجايد بالنسبة لنا، الأربعة الدفنس والأربعة اللي أنا قلت عليهم بتوع نص الملعب، ودقيقين مسافات، وإزاي لما نقطع، إزاي التحول السريع من الحالة الدفاعية للناحية الهمومية، عن طريق مين؟ محمد صلاح، وعايزين واحد تاني سريع، مش عايزين واحد محطة، يعني يقف ويحط الكور، لا، عايزين واحد يتحرك في المسافات الفاضية بسرعته، تتحطله الكورة، وبعدين إزاي الفرقة بتاعتنا، تطلع، تكمل وراء تريزي جي تقيمة كليفة إيه في مطش المغرب؟ هاي، مطش اللي فاتم برد، رجع؟ هاي، رجع، بس ماينفعش يبتدي بردو، عشان تحافظ عليه ماينفعش يبتدي، هاي، بتنفعش تعمل غلطة مطش نيجيريا اه، لو خليته يبتدي، لا، أنت بتحرقه وبتظلمه، لا، أنا خليه ورقة بديلة، لأن تريزي جي من الحاجات الحلوة أو فيه، اللي بتديله خطورة رهيبة، إنه هو واحد على واحد عايز يفوت، عايز يلعب من وراء الباكات، فدي بتديله، أشوف مبارح الجون اللي جابه، مكمل إزاي، وسبق أشرف حكيم إزاي، وحطه في داره، وحطه في داره، وحطه في رجوع سواء الوينش مش جاهز أو يعني الراجل مش عايز يخطر به أو يبتدي به هو أو حجازة، أعتقد أن وجود عبد المنعم وأيمن أشرف هيكبره على تفكير في بديل تاني مختلف عن أيمن في نص الملعب، مين البديل أقرب من وجهة نظرتك؟ لا، وممكن يكبره إنه يلعب بأيمن أشرف في نص الملعب ويلعب محمود علاء، ممكن يروح لكده؟ يعني تبقى، 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 يبقى، هو أصلي، هو هو، أنا أقول لك هو من نوعية المدربين اللي بتتعلق بأي أشياء، هو بتعلق بأي أشياء، إيه بقى للأشياء اللي هتعلق بيها؟ إحنا كملنا، والناس نزلت، وخلصنا كويس، وكسبنا، طب ما أبتدي زي ما نهيت، ده التفكير اللي حي في دماغه، زي ما هو، أصحابك شايف إنه اللي نفع مع المغرب ما ينفعش مع الكامل، لا أطبع، لا أطبع، كورت القدم ما فيهاش حاجة ثابتة، كورت القدم كل ثانية فيها متغيرات، لو مش هتمشي مع المتغيرات وتقيمها وتبتدي تواجهها وتعليجها، مش تبقى نفسك، طب أنا خليني أقول، يعني هروح، يعني أتمنى كده إنه يعني لو مش عبد المنعم والوينش مثلا، ومش هيحط أي من في نص الملعب، يبتدي بمين في قصة ما، لأن أنا عندي تريزي جي تغييرة حلوة جدا، عندي أحمد سيد زيزي تغييرة حلوة جدا، الاثنين دايما لما بينزلوا، بحس إنه المنتخب فاق، وبقى ليه أنياب، وبقى قادر يوصل، وبغيره من شكل المطش كده، فالاثنين دول تغييرين أو أوراق جانبي عندك أوراق ربحة، زي ما بيقولوا، أضحي بواحدة منهم مبتدي بيها، ولا حاج شايف مثلا، إنه حد زي إمام ممكن يبتدي في بداية المباراة، ولا روح للعيب في نفس المركز، نفس الوقت، زي مهند لاشين مثلا، لا، هل حتمتناه، أو اللي هو سيعمله؟ الاثنين، اللي أنا متوقع أنه، اللي أنا أتمنى، لا يبقى أيمن أشرف ومحمد عمنا، وزي ما قلت لك، في القلب، لكن الثلاثة بتاعه النصف، الثلاثة لو سيلعب بثلاثة، سلية ونيني، مين تلاتهم؟ زيزو، زيزو، ده اللي أنا تتمنى، من واقع اللي شفناه من الماتشات اللي فات، والفرق اللي بيعمله زيزو لما كان بينزل، ولكن هو مش عامل كده، يا ريد، يعني هو ما بنهو مش هيغير، أنا بقولك هو بتعلق بأي أشياء، أنت عارف هو ممكن يعمل إيه، لو لعب أيمن أشرف ومحمد عمنا، حيبتدي بترزيجيه، زي ما ابتدى بيه في الأول، مطش الناجيلي، في نص المالح، بساعات اللعيبة بتعمل تمرير خاطئ بدون لازمة، هو مش مضغوط عليه ومعه مش حد، عشان كده مهم جدا، أنا عايز برضا أقول لهم كلمة، أنا يعني لأن الواحد من خبرته بيحس باللعيبة، أنا عايز أقول لهم ما تخافوش، في بداية الماتش ما تخافوش، ليه؟ انزل، إلعب لعبك الطبيعي، ما تفكرش في حاجة، ولا في نتيجة، ولا في أي حاجة، بس لازم من البداية ما يكونش فيه خوف، لأن الخوف دوا بيجيب، ميس باس زي ما بقولك، تمريرات خاطئة، كورة بتتقطع مننا بسرعة، فبتضغطنا، بلاش قوار طويلة، ما لهاش لازمة من الدفنس للفراودة قدام، مش على طول، دي ممكن تتعامل أشوفها مثلا في كل شوق مرة، ليه؟ لأن ما فيش حد من خط النص فاضي، ما حدش ظهر لي، فالعب كورة طويلة لو أنا حجازي أو أنا محمد عبد المن، إنها مش على طول، لأن مش هتبقى في مصلحتنا، تالت حاجة كل ما هنبعد، هنبعد عن القوار المشتركة مع لعبة الكاميرون، إحنا هنبقى كذبانين، وكل ما هنحط نفسنا في قوار مشتركة معهم هم اللي هبقوا كذبانين، لأن هم أقوى جسمانيا وبدانيا هم أحسن، أقوى مننا، فنبعد عن الحتة دي، يبقى إزاي؟ تحرك بدون كورة، لازم اللعيبة تتحرك من غير كورة للعيب المستحوظة على الكورة بشكل كبير، كل ما هتتحرك من غير كورة، اللعبة قدام برضو الفرق الأفريقية، كل ما هو شايفك، هو شايفك أنت، حيرقبك كويس قوي، إنما كل ما كورة بتتحرك، وإنت بتتحرك بدون كورة، لا هم مش كويسين في الحتة دي، طيب، بعيدا عن البطولة، أنا أكسبت، يعني أشاف أنه أهم مكسب أنه المنتخب المصري، كما يقولون، يعني رجع مرة تانية على الأطبال، تمام؟ إزاي حافظ على هذا؟ بصرف النظر على نتيجة ماتش الكاميرون، وقبل ما أروح لمشوار كاسعة، الحالة المعنوية اللي حصلت، الثقة بالنفس اللي حسها سكواد منتخب مصر، حتى اللعيبة الجديدة اللي ما عندهاش 3-4 مطشات دولية، الثقة اللي خدها الجهاز الفني بعد العروض الكويسة لقدمها في أمم أفريقي، الثقة اللي رجعت للجمهور واللي حاجت تتفي معي أنها كانت غايبة حتى ما قبل ماتش كود دي فور، إزاي حافظ على الحالة دي؟ بعد كده عشان أبني بقى أن إحنا نرجع مرة تانية، اسمح لي بس كابتن خالد طبعا الحمد لله على السلامة فعليا بدأ المشوار في أبو ضبي، وصول بعثة النادي الأهلي برئاسة طبعا خالد مرتجي، طارق أنديل عضو مجلس إدارة، وصول البعثة على الهواء مباشرة زي ما حضراتكم شايفينه، أستاذ جمال جابر، كابتن زكريا، ناصف، أمير، توفيق، طبعا ده من على الهواء مباشرة طبعا، وإن شاء الله بإذن الله على مدار الأيام اللي جاية، هنتابع طبعا لحظة بلحظة أخبار البعثة، واستعداداتنا لبداية مشوار المونديال يوم السبت اللي جاي، كل التوفيق بإذن الله رجالتنا إن شاء الله، أماننا كبير جدا فيكم، معلش كابتن خالد كان مهم أن ننقل لقطات وصول البعثة على الهواء، كنت بسأل حضرتك الحالة العامة اللي عند الجمهور واللعيبة والجهاز، إزاي نحافظ عليها بصرف النظر عن نتيجة ماتش الكاميرا، وبصرف النظر عن حنوصل للغاية فين في بطولة أمم أفريقيا؟ نحافظ عليها إن بإذن اللعيبة على نفس التركيز ونفس الجهد، ونفس الثقة ونفس الإخلاص ونفس الحب، يبتدوا الماتش اللي جاي، فاكرواش في نتيجة، زي ما هتطلع طول ما إحنا شايفينهم إن هم ما بيقصروش، الجمهور مش حزع منه، حتى لو خسرنا، هو أهم حاجة إن الناس تحس إن اللعيبة مش مؤثر، إن في مجبور جواب الملعب، كل واحد بيحاول، كل واحد بيبزل أقصى جهد عنده، النتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر، حتى لا قدر الله، لو ما كسبناش عندنا مرحلة واحدة كده، لازم ندي اللعيبة ثقة ونقف وراهم عشان بإذن الله نوصل كاس العالم، السؤال الأصعب، اللي احنا شوفناه من منتخب مصرف مطشينة كود ديفوار ومطش المغرب، من وجهة نظر كابتن خالد جدالة، كام في المية للعيبة، وكام في المية للجهاز الفني؟ 70% لعيبة، و30 في المية للجهاز الفني، كام؟ 70% للعيبة، و30 في المية للجهاز الفني، خد بالك يا أحمد، إنت لو تراح السلاح والنين جوا الملعب، دول مدربين، يعني، لعيبة كرة، بس تحس إن فيه اثنين مدربين جوا الملعب، من ناحية توجيهات، من ناحية تنفيذ اللعيبة للواجبات، من ناحية الكلام، من ناحية قيادة الفريق، كيروش، كمان لما تبص على كيروش، تلاقيه كل لما يتكلم يجيب محمد صراح ويتكلم معه؟ تتوقع أن العروض التي قدمها المنتخب تضيف أو تفيد الكرة المصرية؟ نحن قابلنا منتخب المغرب كل محترفين كلهم يلعوا في أندها كبيرة كل محترفين هل حضرتك شايف أنه ممكن العروض دي تساهم فيه من ناحية الترويج لللعب المصري تزاوج وتعدد اللعبين المحترفين بره تضيف يبقى ليها صدق أو مرضود على البطولات المحلية وأهمها طبعا بطولة الدوري؟ طبعا حيبقى لها مرضود بشكل كبير بالذات أن لعبتنا لفتت الأنظار لها يعني ممكن نلاقي محترفين زادوا فيه لعبة حاجي لها ممكن عروض واللعبة اللي هترجع تلعب في الدوري المحلي أكيد هتساهم في رفح المستوى يعني فهي مكاسب كبيرة يعني أنت توقعك الشخصي المطش الخميسي يا كابتن خالد؟ توقع الشخصي هنكسب بإذن الله بس المطش حيبا صعب طبعا وتتوقع أن نقبل مين في النهاية؟ على فكرة فرق بوركينة فاسهم الفرق جامدة جدا بس السنغال جامدة أبو برضو برح لعبه على فترات هو أول مطش أشوف السنغال في كده بس جامدين جدا آه لما حاسهم برح أن فيه خطر ويداسه شوي سنغال أقرب ما تشينا مع الكاميرون لازم التعامل بحنكة كبيرة جدا مع الحكم عشان ما يدفعناش يخسرنا نطلع بإذن الله ربنا حيسهل لنا إن شاء الله بإذن الله بلحظة بلحظة برضو هنتابع معاكم زي ما كل يوم هنشوف ونبص على استعادات الأهلي في أبو ظابي المشواره في كاس العالم بالتأكيد منتخب مصر حاضر معنا لغاية ليلة المباراة إن شاء الله كل يوم في السادسة على شاشة الأهلي بشكر حضراتكم على المتابعة بشكر نمينا النهاردة كابتن خلت بطلق شرفتنا ونورتنا ونشوفكم على كل خير